وصل وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي الدكتور هشام العلوي مساء يوم الخميس الموافق السادس من أبريل 2023 إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد ضم رئيس الدائرة القنصلية السيد أحمد أمين ورئيس دائرة الدول المجاورة السيد محمد سلمان ومعاون رئيس الدائرة الإدارية السيد ديلير داراً توفيق وعقد السيد الوكيل اجتماعاً مع كادر السفارة صباح يوم الجمعة الموافق السابع من أبريل 2023 بحضور سفير جمهورية العراق السيد ماجد اللجموي والمستشار خليل إبراهيم محمود وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية التركية وأكد السيد السفير ماجد اللجموي على ضرورة فتح قنصلية عامة أو مكتب رعاية مصالح قنصلية تابع للسفارة في محافظة سامسن وذلك لوجود عدد كبير من الجالية في تلك المحافظة والمحافظات القريبة منها وناقش الاجتماع إضاً تزايد حالات رفض تجديد الإقامات للعراقيين المتواجدين على الأراضي التركية ومنحهم فترة قصيرة لمغادرة الأراضي التركية وتطرق المجتمعون إلى موضوع سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا وحث الجانب التركي على تقديم التسهيلات الممكنة من شروط استحصال الفيزا وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوكيل العلوي أنه سيناقش كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين العراقيين المقيمين في تركيا خلال اللقاءات التي سيعقدها مع الجانب التركي وإيجاد الحلول المناسبة لها